هي وقفة احتجاجية نظمها المئات من سائق سيارات الأجرة وسط مدينة عينتي موشنت أمام مقر الولاية للمطالبة برفع تسعيرة النقل إلى 70 دينار جزائري عوضة 50 دينار جزائري الولاية الوحيدة في الجزائر اللي رأي تخدم خمس ألف منذ خمس سنين والله ست سنين أنا خدمه خمس ألف ما كانش ولاية من الولاية اللي رأي تخدم خمس ألف وجاء قانون باش نطلعوا التسعيرة احنا نطلبه غير على ألفين فرنك زيادة التسعيرة بغير رفعها من خمس ألف دينار إلى سبعين دينار وهذا أمر مش حاجة كبيرة اللي يضر المواطن قالوا الولايات المقارنة عند الوازير بتسعيرة برفع تسعيرة فوق ربعة كلمات بخمسة دينار نلقالوا ما جناش احنا سيد المدير قال لك احنا ما عدنا التقارار المحتجون طالبوا بإعادة النظر في مبلغ الاشتراك السنوي في الدمان الاجتماعي وكذا رفع العقوبات المسلطة على بعضهم مع إلغاء العمل بنظام العدد الدفع الشراكي تعداما الاجتماعي رفع ربعة ملايات وثمانمئة من 3.2% ربعة ملايات وثمانمئة فيغي هذه الولايات في الولايات المجاورين رمي خلصوا 3.2% و40 الف وتسعيرة تاحهم جزافية تقسيرة الأجراء من مئة دينار 150 دينار نطالبوا من الولايات الوليات التدخل في هذا الموضوع مصادر من داخل مبنى مديرية النقل اعتبرت أن التعريفات في تسعير النقل تخضع لمعايير محددة حددتها تعليمة وزارية وبين مطالب هؤلاء والتزام مديرية النقل بالتعليمة وكذا القانون يبقى هؤلاء ينتظرون حلا من شأن أن يردي جميع الأطراف